اهلا وسهلا بكم يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال حلقة النهاردة من الحلقات المهمة اللي دايما بتطلبوها مني كتير جدا وهي عن تجعيد الادين تجعيد الادين من الحاجات اللي دايما بتدايق كده اصحابها هي ممكن تظهر بسبب التقدم في العمر لان مع التقدم طبعا بتقل المرونة بتاعت الجلد فبتبدأ تظهر شوية التجعيد وممكن يكون عادي مش مع التقدم يعني ممكن يكون شاب او شابة وبيعانوا من المشكلة دي المشكلة دي بدايما بتدايق صاحبها لانه لما بيبقى في تجمعات او قاعد في مكان عام مش بيحب بيظهر ايديه خالص او حتى عمتا بيحاول كده يتحاشى ان هو يبص عليها لانها دايما بتكون مدايقة جدا في حلقة النهاردة خلينا نعرف ازاي نعالج الموضوع ده بافضل علاج وافضل حل واحسن نتيجة خليكم معايا لانها تكون حلقة مهمة جدا قبل ما اكلمكم عن العناية بالايدين والعلاج اللي احنا هنستخدمه خلينا نعرف ايه الاسباب اللي بتؤدي الى ظهور التجعيد على الادين الحقيقة هم خمس اسباب اول سبب فيهم زي ما قلنا هو التقدم في العمر مع التقدم في العمر اللي بيحصل انه الجلد الزيوت اللي بيفرزها بتبقى اقل وبالتالي طبعا طبقة الدهون اللي بتغطي الجلد من الاسفل برضو بتبدأ تقل وبالتالي بتصهر بشكل سريع جدا التجعيد اما تاني سبب وهو التعرض لاشعة الشمس فوق البنفسجية الاشعة دي هي خطيرة جدا للبشرة خطيرة للجلد ليه لانها بتخترق الجلد دايما بتدمر كل الكولاجين الموجود وبالتالي بتفقد الجلد مرنته وبتظهر التجعيد بشكل اسرع اما تالت سبب وهو التدخين التدخين من الحاجات اللي كتير مننا جدا بيجهل انه من الاسباب اللي بتصهر التجعيد في الادين وفي الجسم كله بشكل عام التدخين ليه تأثير على الكولاجين الموجود مش بس كده ده كمان بيقلل وصول الدم للجلد نفسه رابع حاجة الجينات الوراسية فيه ناس ممكن تكون لسه يعني صغيرة في السن لكن ورسل موضوع ده واخده كجينات من الاباء ومن الاجداد اما خامس واخر سبب وهو التعرض للملوسات طبعا ده ممكن يكون بسبب انه الجلد بيتعرض لبيئة مش نظيفة او الهوى مش نظيف او ان احنا بناخد ادوية معينة او بيحصل بشكل عام جفاف للجلد كل المؤثرات دي بتأثر على ظهور التجعيد طيب قبل ما اكلمكم عن العلاق خليني اتكلم عن العناية بالايدين بالذات واقول لكم اهم سبع نقط لازم نعملهم علشان حتى لو استخدمتي اي علاق لو ما كنتيش بتعملي الحاجات دي هتلاقي التجعيد رجعت اسوأ ورجعت بشكل سريع اول نصيحة مهمة جدا استخدمي واقي شمسي وحطيه على ايدك طبعا المفروض ان احنا نستخدم واقي يكون الاس بي اف بتاعه 30 او اعلى ولو انت موجودة في مكان شمسة اوي ومش في ايدك انك تحطي يعني واقي شمسي ممكن تستخدمي جوانتي علشان تحميها من اشعة الشمس اما تاني نصيحة وهي الترطيب المستمر للأيدين والجسم مهمة اوي انك تكون يعارفة انه الجسم بيحتاج انه هو بيكون رطب لان لو حصل جفاف بيبدأ ينشف وبتبدأ التجعيد تظهر بشكل سريع علشان كده المفروض تستخدمي حاجات مرطبات دايما زي مثلا كريمات زي حاجات تدهنيها على اليد بحس ان دايما الجلد يكون رطب جدا اما تالت نصيحة وهي بخصوص التدخين لو كنت او كنت من الناس المدخنة نصيحتي ليكم النهاردة ان انت تقلل لغاية لما تقطعه نهائي لانه من اشرص واسرع الاسباب اللي بتؤدي الى ظهور التجعيد رابع حاجة وهي حاجة مش منتشرة اوي بس خلينا برضو نقولها ان في ناس برضو بتشرب الحاجات الكحولية والمشروبات الكحولية بشكل كبير ودول برضو من الناس المعرضين انه يظهر عليهم التجعيد فمن الافضل تجنب شرب المشروبات الكحولية خامس نصيحة اتبع نظام صحي ومتوازن يعني ايه؟ يعني لو كنت معتمد في اكلك بشكل رئيسي على السكريات على الحاجات اللي هي بتدي الكالوريز عالية وقاطع نهائي كل الخضروات والفواكه لأ انصحك انك تبدأ تعمل اتزان تاني تحاول تركز على الخضار على الفجهة على الاكل الصحي وتحاول يعني طبعا معرفة صعب يعني بس نقلل شوية من السكريات والدهون العالية اما سادس نصيحة مهمة جدا اخسل ايدك باستمرار اخسل ايدك على طول وكل ما تفتكر وخاصة لو كانت ايدك من النوع اللي بتعرق فيه ناس بتعاني طبعا من موضوع العرق حاول تخسل ايدك باستمرار علشان التعرق بيهايج الجلد كله وبيؤدي الى تدميره اما سابع واخر نصيحة مهمة جدا للعناية بالبشرة وهي انك تعمل تأشير كده خفيف للبشرة باستخدام حاجة بسيطة جدا سكر ولمون هنخلطهم ونبدأ نعمل البشرة تأشير خفيف جدا وممكن بعدين نحط اي كريم مرطب زي مثلا اللانولين كريم طيب تعالوا الاهم نقطة في الفيديو هو علاج تجعيد الادين ازاي نعالج النهاردة هقولكم على اربع حاجات اختاروا منها حاجة مناسبة لكم وهي كلها حاجات بتستخدم في علاج موضوع التجعيد اول حل عندنا ان احنا ممكن نستخدم كريمات لموضوع التجعيد طيب فيه نوعين من انواع الكريمات فيه الكريمات اللي بتحتوي على مادة الريتينول زي الريتينول بنفس الاسم او ممكن نيتروجينا برضو كريم كويس جدا اما تاني حاجة وهي الكريمات اللي بتحتوي على مادة الجليكوليك أسد وطبعا الكريمات دي سواء هي أو كريمات الريتينول اللي اتنين بتحطيهم ازاي بتحطيهم قبل النوم كل يوم مرة بالليل كل يوم تكرري نفس الموضوع وبالنسبة للأسماء والأسعار حسب هالك في صندوق الوصف أما تاني حل وهو اللجوء اللي عملية التقشير الكيميائي وده بيحصل من كل من شهر للثلاث شهور دالت حاجة من الحاجات اللي بدأت يعني دي بقى ليها شهرة بشكل كبير وهو العلاج بالليزر أما رابع وآخر حاجة وهي بتستخدم في عيادات الجلدية وهو العلاج باستخدام الدهون مع التقشير الكيميائي طبعا الأربع حلول دول برضو متحين قدامكم بس أهم حاجة زي ما قلت لكم ان احنا يعني يبقى فيه وقاية لأن بكل شكل الوقاية خيروا من العلاج ولو اتبعنا النصايح اللي أنا قلتها هيبقى بشكل أقل قوي ممكن نلجأ للأدوية أو ممكن نلجأ لكل العلاجات دي في النهاية سانكس فور ووتشنج مبسوطة ان انت كنت معايا في الفيديو ده وأتمنى تكونوا معايا في كل الفيديوهات الجاية علشان كده لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك سابسكرايب في القناة وشاركوا الفيديو مع غيركم علشان أكبر عدد مني يستفاد وأشوفكم على كل خير للحلقة الجاية إن شاء الله باي باي